دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأباء بصحبة زميلتنا هالا الحمال شكرا مصطفى التاسعة صباحا متوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق غدا الأحد جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مزينة نصر ومن المقرر أن يخصص أول يوم للمحور السياسي بينما يوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر سيخصص للمحور الاقتصادي والذي سوف يتناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها تقليل العبئ على المواطن كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بداء لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي بالإضافة إلى أن لجنة الصناعة ستناقش على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة على المدين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل متعدد الأطراف قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجمايكا وجمهورية الدومينيكان والعوص وقد رحب القرار بإسهامات منتدياته ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدب شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي كما يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة جدد الرئيس الفرنسي مانوال مقهان دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم وأكد مقهان أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجري بازوم الذي احتجزته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد وشدد الرئيس الفرنسي على أن المجموعة العسكرية في النيجر ليس لديها أي شرعية كانت المجموعة العسكرية قد رفضت تصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون النيجر الداخلية تعهد قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون بريسولي جينجيما بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن المجموعة تتسعى للتحرك بسرعة وتجنب إجراء انتخابات تكرر أخطاء الماضي على حد تعبيره وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله تلفزيون الوطني في الجابون أوضح قائد المجموعة العسكرية أن قرار حل المؤسسات الذي أصدرته المجموعة الأسبوع الماضي هو أمر مؤقت وأضاف أن الهدف هو إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورق مسير أوكراني في مياه البحر الأسود وذكرت الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني حاول استخدام الزورق المسير في تنفيذ ضربة على جسر القرم مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الزورق التابع للبحرية الأوكرانية وتدميره في مياه البحر الأسود في الوقت المناسب يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية إنشاء أسطول البحر الأسود للمراقبة المستمرة للوضع من خلال جميع وسائط الاستطلاع في البحر الأسود أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار في صفقة ضخمة جديدة لتسليح الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي في خضم الحرب في أوكرانيا وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها اخترت الكونغرس بأنها وافقت على بيع 183 مدرعة من تراث سترايكر أكثر من نصفها ناقلات جند لبلغاريا مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستحسن قدرات بلغاريا على نشر مشاتها بسرعة كما تعزز قدراتها على إرسال قوات فضلا عن تعزيز دفاعها الداخلي وردع التهديدات الإقليمية أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سواريخ كروز باتجاه البحر قبالة السحل الغربي شبه الجزيرة الكورية وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أعلنت في وقت سابق أن بيونج يونج أقرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية ضرب زلزال قوي منطقة جوزر كوريل في الشرق الأقصى لروسيا شمال شرقي اليابان وأعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزال الذي بلغت شدته 6.1 من 10 وقع على عمق 142 كم انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل